اشتركوا في القناة الموضوع وما فيه ان احنا بنتجه نحو تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لكن عندي مشكلة اقتصادية جوهرية تمنع اي نمو مستقبلي وهي عجز الموازنة العامة والقدرة على خدمة الدين بشكل مستدام فكان لازم بنمشي مع كل شيء لما اجي اقولك ان عندي عجز في الموازنة العامة لازال يتحقق عند 10% ده مش ممكن تكون سياسة انكماشية في اي تعريف من التعريفات الاقتصادية ما اقولك سياسة انكماشية انا بابقى باقترب من عجز بنسبة 0% او ان انا بأمل لتحقيق فاقب لا انما هناك اجراءات اتخذت كان لها وقع كبير على مستويات التضخم وبالتالي على قدرتك التنافسية وبالتالي الضغط على العملة بتاعتك وقيمتها كانت تستحق بعض الاجراءات الاحترازية من جانب البنك المركزي مؤقتة لحين عملية مرور كده بريدجينج ونعود مرة اخرى بالنسبة للسياسة المالية السياسة المالية حجم الاستثمرات الممولة من عجز الموازنة العامة ويدعمها مشروعات مطروحة في التريبل بي حجم هذين مشروعات اللي في الموازنة العامة ممولة بالعجز 50 مليار جنيه انطلاقا من 35 مليار جنيه في الموازنة السابقة فده ما نقدرش نقول ان انا ماشي في اتجاه انك ماشي كل الضبط المالي او معظم الضبط المالي اقدر اقولك بنسبة 55-60% الجزء الاكبر منه جاي من عملية ترشيد دعم الطاقة ودعم الطاقة في مسألة ترشيده لا يتعارض مع النمو الاقتصادي بل بالعكس انت هتبدأ انك انت تؤتي برؤوس الاموال وتوضع في اماكنها او في مواطنها الصحيحة بناء على دراسات اقتصادية جد واقتصادية حقيقية مش انك انت تحصل تركز لرأس المال في قطاعات كثيفة استخدام الطاقة وانت عندك عجز خطاق الى اخره اما مسألة الضرائب انا عندي وما اثيرة بالنسبة لتوسيع القاعدة الضريبية ده بكل تأكيد واشير هنا الى ان مسألة توسيع القاعدة الضريبية عندي اساسا تبتدأ من القطاع الرسمي مش قطاع غير الرسمي